بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبات وطالبات الصف الأول التجاري نظام الثلاث سنوات والنظام الخامس سنوات أهلا بكم في الحلقة التقديمية لمادة السكريتاريا باللغة الإنجليزية طبعا في الفترة اللي فاتت في المرحلة الإعدادية كاننا بندرس بعض المواد معينة طبعا احنا كنا عارفين مواد معينة بندرسها بشكل معين دلوقتي احنا تقدمنا لصف أول في المجال التجاري كده أنا المجال الفني اللي هو اتخصصت فيه على وجه التحديد المجال التجاري أصبحت المواد اللي أنا هدرسها مختلفة بشكل كبير جدا عن المواد اللي أنا كنت بدرسها في الفترة اللي فاتت لازم نعرف أهمية المواد الجديدة مواد التخصص بتاعتي طبعا أنا بتكلم في بداية الحلقة عن مادة جديدة طبعا كتير مننا ما يعرفش طبيعة المادة خالص حتى الطالب اللي بيبقى لسه متقدم بيبقى مش فهم طبيعة المادة طبعا أنا ليه بدرس المادة دي طبعا المجال التجاري اللي أنا تخصصت فيه طبعا كلنا متقدمين لسه الترم الأول من العام الدراسي ما ابتداش وطبعا قناة مصر اللي التعليم الفني بتعمل لنا خدمة ممتازة إن هي بتقدم لنا المواد اللي أنا بدرسها في كل صف من الصفوف بحلقات إسرائيلية خدناها قبل كده وفي حلقات تقديمية دلوقتي طبعا حلقة تقديمية بحيث إن أنا بقى عارف طبيعة المادة اللي أنا هدرسها أجزاءها مكوناتها أهمية المادة أنا بدرسها ليه وده اللي فيه كتير مننا بيغفل عنه إن هو ممكن يدرس المادة لمدة 3 سنين كاملين وهو مش عارف أهمية المادة دي بالنسبة له إيه بداية اهتمامي بالمادة إن أنا أعرف أنا ليه بدرس المادة أولا يعني إين سكرتاريا؟ طبعا إحنا بنقول المادة سكرتاريا إفرانجي أو سكرتاريا باللغة الإنجليزية واللي هنلاقي المدارسين بتوعنا بيطلق عليها بيقولك البيزنس اللي هو بيقولك أن إحنا عندنا حصة بيزنس طبعا هي المادة سكرتاريا البركتس أو التطبيقات بتاعة السكرتاريا طبعا كلمة سكرتاريا لما بتعجي علي بمعناها الطبيعي من غير ما أتكلم عليها في المنهج بتاعي إنت بتقول إن السكرتير هو شخص موجود داخل شركة بيبقى بينوب عن المدير في بعض الأعمال دايما يقولك سيب لي ده في السكرتاريا السكرتاريا هتتصل بيك طبعا المفهوم بتاع السكرتاريا أعم وأشمل بكتير من المعنى الضيق اللي إحنا بنفكر فيه لما نيجي ندرس المادة وهندرسها بلغتين وهذا دليل على أهمية المادة هي مادة السكرتاريا باللغة العربية وهندرس السكرتاريا باللغة الإنجليزية اللي إحنا بنقدمها النهاردة في الحلقة بتاعتنا طبعا السكرتاريا هي بتقوم بإنجاز الكثير من الأعمال ومساعدة المجير في إنجاز العمل واتفقنا إن المدير ما يقدرش بمفرده يقوم بكل الوظائف داخل المنشأة طبعا إحنا دلوقتي بنتكلم في المجال التجاري بمعنى عام أنا بتكلم عن منشأة تجارية منشأة تجارية نشطها البيع والشراء سواء كانت منشأة فردية يعني محل صغير كده أو كانت شركة كبيرة أيا كان نشطها فهي بتحتاج لطاقم سكرتاريا كامل بكل وظائفه وكل أنواعه لأن السكرتاريا مش نوع واحد زي ما هنعرف في وقت لاحق إن أنا عندي أكتر من نوع للسكرتاريا إذن بوجه عام السكرتاريا هي الجهاز اللي بيعاون المجير في إنجاز الأعمال المجير نفسه مش هيقدر يقوم بكل الأعمال بمفرده هو هيقوم بالأعمال الضرورية الهامة اللي محدش يقدر يقوم بيها بخلاف المجير لكن الأعمال الفرعية اللي ممكن يساعدني فيها السكرتير أي أن كان نشاطه أو نوع السكرتير اللي هنتكلم عنه في الحلقة بتاعتنا طبعا السكرتير هو اللي بيقوم بتسهيل الأعمال اللي بيقوم بيها المدير تمام؟ طيب السكرتاريا باللغة الإنجليزية في بعض الطلبة أو لما بيسمع كلمة باللغة الإنجليزية ويلاقيني دخلت كتبت كلام بالإنجليش على البورد على الصبورة بيبدأ أنه يقلق تماما ويلاقي ملامح ويشتغيرت وإيه يا مستر ده؟ هو ده إنجليش؟ يا سيدي ده مش إنجليش؟ ده سكرتاريا بالإنجليش فبيبدأ يبقى فيه عداء غريب بينه وبين المادة ليه؟ لأنه بيلاقيه بلغة بيلاقيه بلغة يعني بيلاقيه باللغة الإنجليزية وهو عنده حاجة كده في تفكيره بتقول إن أي حاجة بلغة بتبقى صعبة أحب أقولك إن أسهل مادة هتدرسها وهتعرف تتعامل معاها هي السكرتاريا باللغة الإنجليزية معينيها باللغة الإنجليزية؟ أه معينيها باللغة الإنجليزية وفي طلبة كتير كنت بتحداهم بتحداهم إن هو من السكرتاريا باللغة الإنجليزية هيقدر يحل السكرتاريا باللغة العربية بالعكس هو اللي صحيح انا ممكن اللي بالعربي افهم منه طبيعة المستند او الشكل او الموضوع اللي بنتكلم عنه وابدأ اننا اطبقه على الانجليش لا 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 العكس وهنشوف ده مع الوقت ان احنا فعلا لو فهمنا السكرتاريا باللغة الانجليزية ليه بالانجليش اللي انا خايف منها دي هابدأ اننا ابقى كويس تماما في السكرتاريا باللغة العربية اذا الحلقة بتاعتنا دي تأديم ان انا فهمك مادتين حضرتك كده عرفت مادتين من اهم المواد اللي احنا هنتعامل معاهم في الدبلوم التجاري طبعا انا بدرس في الصف الاول شعبة عامة طبعا ما فيش تخصص وبالتالي كل طلبة الصف الاول سواء النظام الثلاث سنوات او نظام الخمس سنوات الفني المتقدم في التجاري هيبدأ انه يدرس مادة السكرتاريا باللغة الانجليزية اما اطلع في سنة تانية عندي تخصصات او عندي شعب في سنة تانية بامر الله انا عندي شعبتين بيدرسوا السكرتاريا باللغة الانجليزية هي شعبة الادارة وشعبة التسويق وسوق المال تمام؟ في الصف الثالث برضو نفس الشعبتين اللي احنا بنتكلم عليهم هم اللي بيدرسوا السكرتاريا باللغة الانجليزية شعبة الادارة وشعبة التسويق وسوق المال طبعا شعبة التسويق وسوق المال هي شعبة واحدة عشان ما حدش يسمع تسويق وسوق المال لا هي شعبة واحدة لكن اسمها التسويق وسوق المال تمام يبقى احنا كده عرفنا بوجه عام المادة بتتكلم عن ايه كبداية اهميتها ايه طبعا لا يخفى علينا ان احنا لو اهتمنا بالمادة من اول لما ابتديت فيها في الصف الاول ده هيديني فرصة ان انا بقى متميز فيها لما اطلع الصف الثاني والصف الثالث بامر الله ولو سألنا زميلنا حد كده كان حد من قريبه زميله او اخوه كبير كان في دبلوم تجاري ودرس السكرتاريا باللغة الانجليزية هيبدأ ان هو ياخد منه خبرة وهيسمع فعلا منه المعلومة اللي انا قلتها من شوية ان انا ممكن من السكرتاريا باللغة الانجليزية افهم المواد التانية وده طبعا بيسهل علي بشكل كبير لان فيه ترابط كبير جدا بين المواد اللي انا بدرسها هلاقي بعض الدروس والعناصر وبعض الافكار وبعض الموضوعات اللي بدرسها في مادة السكرتاريا باللغة الانجليزية هلاقي نفسي بتعرض لها في بعض المواد التانية وده بيسهل علي اني ابقى طبعا ملم بالمواد بتاعتي بوجه عام وطبعا دي المصيحة اللي بقولها لكم في بداية الحلقة ان احنا نهتم مش بالسكرتاريا باللغة الانجليزية فقط لأ بكل المواد خصوصا مواد التخصص والنعم ان انت كطالب لسه بتبدأ حياتك في التعليم التجاري في الصف الاول لازم تاخد فكرة عن طبيعة المادة قبل مدرسها انا ليه بدرس المادة دايما تسأل المدارس بتاعك مستر المادة دي انا بدرسها ليه اهميتها ايه دايما لما اعرف طبيعة المادة بتاعتي ده بيسهل علي بشكل كبير الادراك ان انا اقدر اتعامل مع المادة بعد كده بشكل سلس وشكل سهل عايزين نتبع المنهج ده واحنا بنتعامل في بداية التعليم الفني التجاري وانا لسه في المرحلة الاولى وانا داخل في الصف الاول كلنا طبعا متقدمين انا بكلم طلبة الصف الاول المتقدمين واحنا طبعا لسه بندلكم فكرة عامة عن المواد النهاردة طبعا سكرتاريا باللغة الانجليزية ما ننساش اسم المادة عشان هتقابلني كتير بعد كده اتمنى ان احنا ان شاء الله بامر الله تكون سكرتاريا باللغة الانجليزية من افضل المواد اللي احنا بنحبها وعلى فكرة سكرتاريا باللغة الإنجليزية هتخليك أنت كويس في اللغة الإنجليزية مش العكس يعني أنا لو عندي ضعف شوية في اللغة أنا ممكن أتغلب على ده بالمادة بتاعتنا اللي بنتكلم عليها النهاردة سكرتاريا باللغة الإنجليزية فيها شوية مصطلحات مهمة جدا بالنسبة لي لو عرفتها وأنا بدرس مادة الإنجليش كمان هلاقي نفسي الموضوع بقى سهل وبسيط بالنسبة لي إذن إن احنا بنتكلم النهاردة عن مادة جوكر بتفيدني في أكتر من مادة تانية وبتفتح كده الأفاق بتاع التفكيري عشان تخليني ملم بجوانب عملية تجارية هبدأ أتعامل معها في معظم المواد بشكل كبير هنستعرض دلوقتي فصول المنهج بتاعي بالكامل وهنبدأ نشوف نبذة مختصرة عن كل موضوع بدرسوا لي حاجات شيقة جدا 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 أنا مش عايزك تبص للمادة إن هي مادة علمية صلبة لازم تتحفظ ولازم أعرفها بحيث إن أنا أدخل أحل فقط أنا مش عايزك تحل فقط في الامتحان أنا عايزك تزود لخبرتك الحياتية إن أنا وأنا بتعامل هدرس مثلا الفطورة الفطورة كان مستند من مستندات العملية التجارية دايما الفطورة أنا بشوفها دايما أي مكان بشتري منه بيجيني فطورة في فطورة ممكن يبقى الشكل القانوني بتاعها في بعض العناصر غير مستوفاة يبقى أنا ساعتها الفطورة دي مش تبقى ليها أي قيمة معايا وراء أو خلاص كده ملاقاش أي قيمة وبالتالي أنا لو فاهم الشكل القانوني الطبيعي للفطورة ممكن أرفض فطورة بالدهاني بائع أقول له لا أنا عايز فطورة معتمدة أنا عايز فطورة الشكل بتاعها شكل قانوني فطورة مختومة فطورة عليها توقيع وهكذا فبالتالي ده هيفدني في حياتي الطبيعية بعيدا عن العملية الخاصة بالتعليم والدراسة وطبعا ده من العناصر اللي هتفيدني بعد كده في العملية التجارية سواء في الصف الأول أو في الصف الثاني أو في الصف الثالث هنبدأ نستعرض المنهج بتاعنا بشكل سريع على مادة السكرتاريا باللغة الإنجليزية شابتر ون الشابتر الأولاني أو الفصل الأول بيقول لي كلمة اللي عندها المؤشر أو السهم ده يعني مقدمة خلي بالنا إحنا عندنا دلوقتي ميزة إننا ممكن أسمع الكلمة كنطق وعيد الكلمة تاني كفيديو طبعا الفيديو هيبقى موجودة على قناة مصر للتعليم الفني على اليوتيوب وبالتالي سهل جدا أبدأ أعيد في الفيديو وأعيد في نطق الكلمة وأبدأ أخذ سكرين شوت كمان من الكلمة أو من الشاشة اللي قدامنا عشان أبدأ أطابق النطق بالكلمة اللي مكتوبة واكتبها بإيدي عشان إيدي تاخد عليها وأقدر أحفظ السبيلينج بتاعها كمان بشكل مهم Introduction to Secretarial طبعا Secretarial اللي هي السكرتاريا أو مادة السكرتاريا Introduction to Secretarial يعني مقدمة للسكرتاريا هنتكلم عن إيه هنا؟ هنتكلم عن Definition of Secretary كلمة Definition هتعجي عليها كتير نخلي بالنا منها Definition يعني تعريف يبقى أول حاجة عايزين نعرفها وهنتكلم عليها في المنهج بتاعنا بأمر الله هي Definition to Secretary أو طبعا Definition of Secretary اللي هو تعريف السكرتاريا أو تاني حاجة هنعرفها tasks of secretary tasks of secretary كلمة tasks يعني وظائف أو مهام جي بالنسبة لتاني حاجة في الموضوع بتاعي تالت حاجة تكنيكال سكالز اوف سكرتاري طبعا كلمة سكالز يعني مهارات دي المهارات الفنية للسكرتير واضح ان الغايد دلوقتي بكلم عن السكرتير بعد كده عندي كوالتز اوف اساكسسفول سكرتاري كوالتز يعني مواصفات سكسسفول يعني ناجح سكرتاري يعني سكرتير اذا انا بتكلم هنا عن مواصفات السكرتير الناجح الحاجة الاخيرة في الجزء اللي بنتكلم عليه دلوقتي بيتكلم عن طايبس اوف سكرتاريال طبعا دي انواع السكرتاريال لاني من شوية في التقديم بتاعي قلتلك ان السكرتاريال انواع مش نوع واحد زي المفهوم اللي ممكن يتبادر الى الزهن او لما اسمع سكرتير لا طبعا السكرتير ده لما نيجي نتكلم عليه بالتفصيل هنعرف ان السكرتير ليه انواع او في انواع للسكرتاريال داخل المنشأة الشابتر الاولاني الغايد دلوقتي لو خدنا بالنا وركزنا كويس هنلاقي بيتكلم عن السكرتير نفسه كشخص هتعامل معاه انتوردكشن تو سكرتري او تو سكرتاريال ده بيتكلم عن السكرتير كشخص الحد اللي انا بتعامل معاه اللي هو مسؤول عن تسيير الاعمال ومساعدة المجير داخل المنشأة من كلمة المجير دلوقتي جف بالي على طول ان في بعض الكلمات اللي لازم اكون عارفها تماما وملم بيها علشان اقدر اتعامل مع مادة اللغة السكرتارية باللغة الانجليزية بسلاسة وسهولة طبعا ما قصدش كلام زي ما جيب بالك حضرتك لا طبعا اقصد كلمة ان انجلش وكون انا عارف الترانسليشن او الترجمة بتاعتها انتو ارابيك لازم مثلا احنا قلنا المجير يعني مجير يا شباب طبعا كلنا درسناها قبل كده في المرحلة السابقة كلمة سهلة جدا لكن هنقولها تاني وهنبدأ نعيد عليها كلمة مانجر مانجر يعني مجير اذا المجير بيكلف السكرتير ببعض الوظائف هيقوم بها السكرتير كمساعدة للمجير في انجاز الاعمال الشابتر الاولاني لما نبصله كده طلع كان بيتكلم عن ايه فاكرين definition of secretary ده بيتكلم عن تعريف السكرتير وبيتكلم عن مواصفات السكرتير الجيد وبيتكلم عن انواع السكرتير وبالتالي هو كده بيخليني اعرف وطبعا المهارات اللي بيقوم بها او اللي لازم تتوفر في السكرتير طبعا كمان فيه وظائف كمان للسكرتير بيقوم بها في مساعدة المجير في انجاز الاعمال ولو تبقى جزء من الحلقة بتاعتي فيه توقيت مناسب ممكن ناخد تعريف كمان السكرتير اذا الشابتر 1 بيتكلم introduction to secretary نكمل شابتر 2 الشابتر الثاني بيتكلم عن types of letters types of letters types يعني انواع letters يعني ذسائل هي ذسائل ليها انواع اه هنبدأ نكتشف في الفترة اللي جاية ان كل المصطلحات اللي كانت بتيجي في بالي بمفهوم معين هلاقيها بمفهوم اعم واشمل يعني المفهوم بيتتاسع عشان يشمل بعض العناصر اللي اكتر بكتير من المفهوم القاصر الديق اللي كان بيجي في بالي اول لما شوف كلمة letters نبدأ نبص types of letters قدامي 3 انواع كل نوع منهم مكتوب جنبيه كلمة letters يطرى ايه هم الثلاث انواع دول النوع الاول personal letters personal letters رسائل الشخصية النوع التاني formal letters formal letters هي رسائل الحكومية او رسائل الرسمية المستندات الرسمية النوع التالت business letters business letters هي رسائل التجارية من المفهوم اللي فات لقينا ثلاث انواع لذسائل اذا رسائل مش نوع واحد رسائل كام نوع ثلاث انواع رسالة اللي حضرتك بتبعتها لزميلك دي رسالة شخصية personal letters رسالة شخصية يعني رسالة شخصية يعني رسالة شخصية يعني رسالة اللي مكتوب فيها تعاملات شخصية بين فرضين بسأل على زميلي بسألوا عن شيء اخباره ايه صحيته ايه هو عامل ايه سافر ولا ما سافرش دي مسائل شخصية فلما تبقى موجودة داخل رسالة اذا دي personal letters ده رسالة شخصية في formal letters رسائل رسمية ايه هي رسائل رسمية دي؟ رسائل رسمية بيتم تداولها ما بين الجهات الحكومية داخل الدولة يعني لو في جهة داخل الدولة حكومية تبعت رسالة الجهة تانية حكومية اذا دي formal letters هنلاقي فيها شؤون خاصة بتسيير اعمال بين جهتين حكوميتي ده بالنسبة للنوع التاني النوع التالت بقى اللي هنتكلم عليه بالتفصيل خلال المنهج بتاعي هو business letters او رسائل التجارية يعني رسائل تجارية رسائل التجارية هي رسالة بيتم تداولها بين تجار تاجر وتاجر يبقى التاجر لما يبعط لتاجر تاني رسالة اذا هي رسالة تجارية اذا هو التاجر بيبعط للتاجر رسالة اه بيبعط له رسالة طب ليه بيبعط له رسالة عشان يسألوا عن بضاعة عن مكان تسليم البضاعة إذن الرسالة التجارية بيتم تداولها بين الطجار ولازم تكون متعلقة بالعملية التجارية يعني ليها علاقة بعمليات البيع والشراء والتجارة ما بين الجهتين سواء شخصين تاجر وتاجر أو شركتين إن الشركة برضو مؤسسة أو منشأة تجارية يبقى مش لازم يكون شخص إذن لو الشركة بتبعث رسالة لشركة تانية في الأمور المتعلقة بالمسائل التجارية هي بيزنس لتر أو رسالة تجارية نخلي بالنا من البيزنس لتر لأن هدرس مستندات كتيرة جدا تحت مسمى البيزنس لتر تمام؟ اتفقنا؟ جدير بالذكر برضو إني أعرف إن المادة بتاعتي بتنقسم لأجزاء نظرية زي اللي بندردش فيها دلوقتي وأجزاء عملية مستندات فيها أرقام وحسابات ونسب وهبدأ إن أنا أتعامل معها أهتم بإيه؟ كالعادة بنصحك وبنصح كل واحد بيتعامل مع مادة سكرتاريا باللغة الإنجليزية إنه يهتم الأول بالقعدة النظرية ويفهم الأول إيه اللي أنا بدرسه وأهميته إيه في الجزء النظري عشان أقدر أتعامل مع الجزء العملي ونفاهم كويس وأنا عارف أتعامل مع المستند بشكل واضح ما فيهوش غموض بالنسبة لي يبقى أنا ماينفعش أستيب الجزء النظري وخش على العملي على طول اللي فيه مسائل لا طبعا أنا كده تفكيري هيبقى قاصر على جزء معين من الحل ويبقى فيه جزء تاني أنا فقدته بالجزء النظري اللي أنا ماهتمتش به وأنا بتعامل مع مادة سكرتاريا باللغة الإنجليزية طيب تاني كنا بنتكلم عن إيه أنواع الرسائل types of letters ها كم نوع ثلاثة أنواع إيه هما personal letters رسائل تجارية formal letters رسائل الرسمية business letters اللي هي رسائل تجارية وقلنا وقلنا إن أنا بدرس وبتعامل بشكل كبير مع الbusiness letters أو الرسائل تجارية هي دي أساس الدراسة بتاعتي في مادة السكرتاريا باللغة الإنجليزية ده كان شابتر 2 نبص على الجزء اللي بعد كده فيه بعد كده بيقول لي good writing rules of أو for business letters يعني إيه الكلام ده يا شباب good writing rules يعني هي طبعا القواعد الجيدة التي يجب اتباعها وأنا بكتب أو بتعامل مع الbusiness letter يعني الbusiness letter أو الرسائل التجارية ليها مواصفات ليها خصائص وليها أجزاء وليها ترتيب معين لازم أكون نعرفه وما ينفعش الترتيب ده يتغير وإلا كده رسالة هتبقى الشكل التجاري بتاعها غير جيد وغير منضبط ده بالنسبة الgood writing rules for business letter اللي بعد كده بنتكلم عن importance importance of business letter كلمة importance جاي من كلمة important يعني important آه يعني هام طب يعني importance أي دي أهمية إذن الimportance هي أهمية الرسالة التجارية وهنا هنتوقف لحظتين عشان نعرف يا ترى الرسالة التجارية مهمة آه الرسالة التجارية مهمة يا ترى إيه أهمية الرسالة التجارية أنا بركز هو على الرسالة التجارية وقفت عندها كتير واسم كلمة business letter عد علي في أكتر من موضوع ده دليل على أهمية المصطلح اللي أنا بتعامل معاه مهم إيه أهمية الرسالة التجارية هي الرسالة التجارية لو مش مهمة أنا مش هدرسها وهدي لها الاهتمام الكافي اللي أنا شايف وده كده أنا شايف business letter business letter business letter مستد حارتك قلت كلمة business letter كتير جدا الbusiness letter أو الرسالة التجارية مهمة جدا كمستند من مستندات التجارة الداخلية زي بعد شوية كده ما هنعرف يعني إيه تجارة داخلية لكن الbusiness letter أو الرسالة التجارية ليه أهمية للطرفين في العملية التجارية سواء للبائع اللي هنعرف اسمه in English بعدين أو للمشتري اللي هنعرف برضو اسمه in English بعدين مش عايز بعدين عايز دلوقتي حاضر حاضر هقول لكم دلوقتي البائع والمشتركة مصطلحات غاية في الأهمية مهمين جدا هتعامل معاهم بشكل كبير طول السنة دي وانا بتعامل مع السكرتاريا البراكتس أو طبعا مادة سكرتاريا باللغة الإنجليزية seller 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 هو البائع يبقى البائع يعني إيه يعني seller seller كلمة sell sell يعني يبيع seller هو البائع تمام طب المشتري آه ماشي buy يعني يشتري buyer buyer يعني مشتري يبقى المصطلحين اللي قلناهم دلوقتي من المصطلحات المهمة جدا اللي هاعتمد عليها كركيزة أساسية وانا بتعامل مع السكرتاريا البراكتس seller بائع buyer مشتري يبقى البزنس لتر مهم مهم لمين للبائع وللمشتري مهم الأطراف العملية التجارية بالكامل وخلي بالك كمان البزنس لتر مهم كمان للوسائل الخارجية خارج المنشأة زي الجهات الحكومية مثلا اللي بتحدد ضريبة معينة ممكن أنا أدفعها داخل المنشأة أو الشركة بتاعتي فبالتالي البزنس لتر كمستند لأهمية قصوى في عمليات التجارة الداخلية تمام نبدأ نكمل الجزء اللي جاي Parts of the business letter Parts of the business letter يعني Parts of the business letter ها؟ يعني أجزاء الرسالة التجارية Parts of the business letter يعني أجزاء الرسالة التجارية وزي ما اتفقنا الرسالة التجارية ليها ترتيب معين في الأجزاء بتاعتها لازم تستوفي الأجزاء والترتيب ما ينفعش الترتيب يبقى مختلف يعني بعد ما ندرس الرسالة التجارية في وقت قريب جدا بأمر الله هنعرف أن ترتيب الرسالة التجارية ده طبعا من الشكل الأساسي في كتابة الرسالة التجارية نخش بعد كده على شابتر ثري شابتر ثري بيتكلم عن Inland Transactions يعني إيه؟ Inland Transactions مكتوب جنبيها Home Trade Home Trade طيب إيه هي Inland Transactions هي عمليات التجارة الداخلية يعني إيه تجارة داخلية يعني إيه تجارة داخلية يعني إيه تجارة تجارة يعني بيع وشراء كلمة تجارة يعني بيع وشراء يعني إيه داخلية يعني داخل نفس الدولة إذن التجارة الداخلية هي عمليات تجارية بتتم بين أشخاص في دولة واحدة البائع والمشتري في نفس الدولة مش البائع في دولة مش البائع في دولة والمشتري في دولة لا 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 البائع والمشتري داخل نفس الدولة هنا بيقول لي The Main Business Letters الرسائل التجارية الرئيسية هنعرف في وقت لاحق بأمر الله إن الرسائل التجارية الرئيسية تلت رسائل بيتم تداولهم وتبادلهم بين البائع والمشتري مين البائع والمشتري؟ Seller And Buyer مزبوط نيجي بعد كده للموضوع اللي بعده Terms of Delivery Terms of Delivery Terms of Delivery يعني شروط التسليم أو التوصيل هو التوصيل لشروط أو التوصيل لشروط طبعا وخصوصا في عمليات التجارة الداخلية في التعاملات التجارية ما بين البائع والمشتري المتعلقة بالبضاعة بضاعة إيه بضاعة دي يا مستر؟ بضاعة هي الشيء اللي أنا بشتريه كمشتري وفي نفس الوقت الشيء اللي البائع بيبيعهولي كبضاعة يبقى الشيء اللي أنا بشتريه وبيتم بيعه من قبل البائع هو ده اللي بنطلق عليه لقب بضاعة سواء كان محل مواد غزائية الحاجات اللي بيبيعها بضاعة سيارات أجانس عربيات مثلا الحاجات اللي بيبيعها بضاعة محل ملابس الحاجات اللي بيبيعها بضاعة طب الحاجات دي حضرتك بتقول عليها بضاعة رايح تشتريها لأ طبعا انا اما رايح اشتري بدلة بقول انا رايح اشتري بدلة طب محل البدل اللي بيبيع البدل بيقول انا رايح اشتري بضاعة طب هو ليه سماها بضاعة لان هو شريها بالغرض البيع هو شريها اساسا عشان يبيعها هو شريع عشان يبيعها وبالتالي سماها بضاعة لكن انا اشتريتها بغرض الاستخدام إذن أنا بسميها باسمها بدلة ساعة لاب لاب توب الحاجات دي المحل اللي بيبيعها بيسميها لبضاعة لأنه شاريها بغرض البيع وأنا بسميها باسمها سواء بدلة ساعة تشيرت أي حاجة من الحاجات دي بسميها باسمها لأنه شاريها بغرض الاستخدام لكن المحل اللي بيبيعها بيسميها بضاعة لأنه شاريها بغرض البيع إذن البضاعة هي ما يتم تداوله بالبيع والشراء بين البائع والمشتري ودي لازم يكون فيه اتفاق على مكان التسليم يبقى البائع والمشتري بيتطفقوا على مكان تسليم البضاعة وده اللي اسمه terms of delivery الحاجة اللي بعد كده بنتكلم عليها مين expenses in home trade يعني المصروفات كلمة expenses دي يا شباب بنات بتوعنا الممتازين والشباب الممتازين expenses يعني مصروفات نخلي بالنا من المصطلحات دي عشان هتفدني جدا في الفترة اللي جاي يبقى expenses يعني مصروفات the main expenses in home trade المصروفات الأساسية في التجارة الداخلية زي ما فيه terms of delivery شروط التسليم فيه كمان terms of payment شروط الدفع وزي ما اتفقنا أنه لازم يكون فيه اتفاق على مكان تسليم البضاعة لازم كمان يكون فيه اتفاق على طريقة سداد ودفع قيمة البضاعة يبقى احنا بنتفق دلوقتي على حاجتنا هم لشان نبقى متفقين بعد كده مكان التسليم وطريقة الدفع هستلم البضاعة فين وهدفع تمن البضاعة بأنهي وسيلة ده بالنسبة للشروط الخاصة بالدفع والشروط الخاصة بالتسليم المصطلح اللي ظهر قدامنا باللون الأورنج فوق خالص ده مصطلح غاية في الأهمية هدرسه وانا بتعامل مع التجارة الداخلية the invoice ايه ال invoice؟ مصطلح او لما ترجمه لحضرتك دلوقتي هتلاقي نفسك عارفه وبتستخدمه بالشكل شائع جدا the invoice هي الفاتورة الفاتورة مستر اللي بناخدها من المحل لما بنشتري حاجة دي؟ اه هي دي الفاتورة بس طبعا انا بتكلم عن الفاتورة اللي بيتم تداولها بين طرفي التجارة الداخلية مين هم الطرفي التجارة الداخلية؟ اه خلاص ماشي خلاص عرفنا تمام seller and buyer اللي هم البائع والمشتري بتكلم عن الفاتورة وبادرس ايه عن الفاتورة برضو لو فيه متسع من الوقت هوذي لك شكل الفاتورة بتاعتي definition and model of invoice definition هو تعريف والmodel هو الشكل الرئيسي للفاتورة كمان لازم اعرف writing the amount in words وده يبقى لينا وقفة طويلة معاه بامر الله writing the amount in words دي طبعا بتكلم فيها اني ازاي اكتب الارقام اللي بتظهر في الفاتورة او في اي مستند من مستندات التجارة الداخلية اكتبه بالحروف اكتبه بالحروف يبقى الرقم لازم يبقى مكتوب بصيغة بالارقام وصيغة تانية بالحروف الموضوع الاخير في منهج الترم الاول the adjustment notices adjustment notices اللي هي اشعارات التسوية اشعارات التسوية دول لما نيجي ندرسهم هنعرف ان هم بيقوموا بتصحيح اخطاء ظهرت في الفاتورة دي يبقى لو في خطأ ظهر في الفاتورة دي كده الدنيا ما بزدش مني ولا حاجة لاني لسه عندي وسيلة كمان اقدر ان انا اصحح بيها الخطأ بتاعي هي الاتنين اللي ظاهرين قدامي the adjustment notices اللي هو debit note او الاشعار المدين وcredit note اللي هو الاشعار الداء لما نيجي نستعرض بشكل سريع اتعاملنا مع ايه في الجزء اللي تكلمنا عليه من شوية في منهج السكرتاريا باللغة الانجليزية طبعا احنا كده بناخد فكرة in general فكرة بواجهة عام عن المادة بتاعتنا اعتقد اعتقد اللي سمع وركز كويس في التقديم اللي قلناها من شوية قدر يبقى عنده المام بشكل كبير بطبيعة المادة ومحتويات المادة والدروس اللي هبدأ ادرسها بالتفصيل في المادة بدأنا بايه بدأنا بتعريف السكرتير وتعريف السكرتاريا نفسها واهمية السكرتير واهمية السكرتاريا ووظائف السكرتير والمواصفات اللي لازم تكون موجودة في السكرتير دي حاجات اساسية لازم اعرفها بعد كده اتكلمت عن عمليات التجارة الداخلية وعرفنا ان عمليات التجارة الداخلية او الهم تريد او الين لاند ترانزاكشنز هي عمليات تجارية تمت بين افراد داخل دولة واحدة ودي برضو فيه توضيح بسيط عشان يبقى المعنى واضح في ذهني سعب بروح للبائع الرجل اللي بيبيع في المحل يقول لي الجاكت ده مستورد حضرتك فهمت ايه من كلمة مستورد مستورد يعني انا اشتريته من دولة غير الدولة اللي انا عايش فيها غير مصر ابص كده على التكت بتاعه صنعة في ايه الاقيه في دولة خارجية مش داخل مصر وفي جاكت ابص على التكت بتاعه من جوه اللي مكتوب في صنعة في مصر ايه الفرق بينهم السلعة اللي انا اشتريتها من دولة خارجية هي سلعة مستوردة سلعة مستوردة دي مش تجارة داخلية دي تجارة خارجية ليه لان البائع والمشتري مش في نفس الدولة لكن التجارة الخارجية دي انا هترسها بامر الله في الصف السام لكن في التجارة الداخلية البائع والمشتري داخل نفس الدولة في عمليات التجارة الداخلية بائع سلر مشتري باير اوعى تنسى المصطلحين دول في مصطلحات اولى ما تعجي عليها لازم اتمسك بها تماما ما عجيهاش الا بعد ما احفظها عن ظهر قلب زي ما بيقول بعد كده عايز دايما واحنا شغالين سلر في دماغك على طول ترجمة النداء البائع باير على طول دماغك تترجم النداء المشتري ليه؟ عشان ده بيسهل علي تماما التعامل مع المادة يبقى انا من البداية كده قبل ما ابدأ احطي ايدي على النقاط الاساسية اللي هتخليني مميز في المادة بتاعتي منهم الحاجات اللي قلناها النهاردة المصطلحات البسيطة اللي اتكلمنا عليها كلمتين ثلاثة احفظهم في كل درس هلاقي الموضوع بالنسبالي سهل وبسيط مع تطور الامور احس ان الدنيا معايا برضو سهلة والموضوع بالنسبالي شيق ورائع ولازم احب المادة عشان ابقى كويس فيها طيب اتكلمنا عن ايه كمان؟ اتكلمنا عن الانلاند ترانزاكشنز او الهوم تريد عمليات التجارة الداخلية اللي فيها باقة ومشتري وعرفنا ان في رسائل بيتم تداولها بين التجار رسائل تجارية باير والسيلر بيبعثوا لبعضهم رسائل تجارية وطبعا احنا عرفنا ان انواع الرسائل بواجهة عام كانوا تلات انواع ها؟ ايه هما التلات انواع؟ ايه هما؟ personal letters formal letters business letters business letters دول ليهم انواع وعندي تلات انواع رئيسية ليه؟ business letters في الهوم تريد او في الانلاند ترانزاكشنز هنشوفهم مع عرض موضوعات المنهج بالترتيب في الحلقات القادمة بامر الله وعرفنا بعد كده ان في مكان هنطفق عليه كبائع وكمشتري في تسليم البضاعة اسمه شروط التسليم وفي وسيلة دفع هنطفق عليها كبائع وكمشتري برضو في دفع قيمة البضاعة بعد ما اتم عملية البيع وخلي بالك terms of delivery و terms of payment هي شروط يعني ايه شروط؟ يعني لازم الطرفين يوفقوا عليها البائع والمشتري مين اللي بيحدد الشروط؟ ده سؤال كده عشان نشغل دماغنا فقط شروط بين طرفين واحد بيبيع وواحد بيشتري تتخيل حضرتك وتتخيل حضرتك مين اللي بيحدد الشروط دي؟ ها؟ اللي بيحدد الشروط دي هو اللي بيبيع طبعا صاحب السلعة صاحب البضاعة اللي بيبيع هو اللي بيحدد الشروط لو ما عجبتكش كمشتري من حقك ما تشتريش والله لو وفقت عليها هنتم عملية البيع والشراء اللي هي العملية التبادلية التجارية تمام؟ وعرفنا بعد كده ان فيه مستند مهم جدا الانفويس او الفاتورة الانفويس هي المستند الاساسي الدال على اتمام عملية البيع يبقى ما ينفعش عملية بيع تتم بين باقة ومشتري الا بفاتورة بدون فاتورة ما فيش عملية تجارية تمت الفاتورة بعتها لك واغلطت واتلغبطت وانا بحسبها اي حد معرض للخطأ مهما كان ممكن محاسب خبرته سنين طويلة بيعمل فاتورة يبدأ انه يغلط فيها يغلط ليه؟ لانه هو انسان والانسان معرض للخطأ واتلغبط سهو نسيان سواء سهوة او نسيان ده بيأدي لخطأ في قيمة الفاتورة طب الخطأ ده اصححه بايه؟ Adjustment Notices اشعارات التسوية نوعين من اشعارات التسوية اشعارات التسوية للمدينة واشعارات التسوية الدائدة نبدأ نتعرض لشابتر فور شابتر فور Statement of Account مصطلح بنسمعه دايما كشف الحساب كشف الحساب ده في البنك يا مستر؟ لا كشف الحساب اللي بدرسه السنادي يا أستاذ هو كشف حساب ما بين طرفين البائع والمشتري أول حاجة بنعرفها كالعادة هو definition of statement of account تعريف كشف الحساب ها؟ ايه كمان the main steps of preparing the statement of account الخطوات الأساسية لإعداد كشف الحساب ايه كمان essentials essentials of a statement of account الأساسيات والركائز الأساسية اللي ضرورية في كشف الحساب يبقى أنا عرفت الغاية دلوقتي تلت حاجات عن statement of account كشف الحساب عرفت عنه تلت حاجات الحاجة اللي بعد كده والأخيرة هي model of statement of account الشكل اللي بيكون عليه statement of account وطبعا عشان برضو نبقى متذكرين نحن بنعرض بشكل سريع أجزاء المنهج بتاعي بتوجيح بسيط لكن التوجيح الأكبر هيكون وأنا بدرس المستند بشكل مهم جدا وبشكل فوري شابتر 5 شابتر 5 بيتكلم عن means of payment payment كلمة عدت علي من شوية يعني دفع means وسائل الدفع وسائل الدفع وسائل الدفع يعني وسائل الدفع هو الدفع ليه وسائل آه الدفع ليه وسائل طب إيه هي وسائل الدفع ها حد يقدر يتذكر لي بسرعة ويقول لي إيه هي وسائل الدفع على قد مثلا وسيلة أو اتنين حتى من الوسائل الشائعة في التعملات حتى لو التعملات غير تجارية ها وسائل الدفع إيه فكر في لحظة أول وسيلة وأسرع الوسيلة هي الدفع النقدي إننا ندفع فلوس نقدا كاش طب في وسائل تانية آه في وسائل تانية ها طب وسائل الدفع النقدي ده وسيلة واحدة لا مش وسيلة واحدة احنا اتفقنا إن المادة بتعرض لي حاجات في الطبيعي بحس إن أنا عارفها لكن عارفها بمفهوم ديق جدا وبندرسه بمفهوم أوسع وببدأ إن أنا أتعمق في الدراسة بشكل أكبر لأن ده بقى تخصصي الأساسي حضرتك تخصصك الأساسي أصبح تجاري تجاري يعني ليك تعاملات تجارية لازم تهتم بيها مستندات تجارية لازم تعرفها كويس تعاملات بتتم بين طرفين عمليات تجارية بتتم بين باقع ومشتري لازم أكون أعرفها كويس إذن المفهوم بتاعي لازم يتاسع ويشمل العملية التجارية بشكل عام وسائل السداد في وسائل السداد النقدي وفي وسيلة تانية هنشوفهم للسداد الآجل لكن تعالوا نبص على النوع الأول النوع الأول كاش بايمنت كاش بايمنت مينز يعني كاش بايمنت مينز وسائل السداد النقدي أول حاجة ذا ري سيت البي اللي أنا حاطت عليها السهم مش بتطنطق خالص يا أستاذ اسمها إيه؟ اسمها ذا ري سيت إيه كمان ذا شك ذا شك اللي هو الشيك ذا بانك شك اللي هو الشيك البانكي أو الشيك المصرفي نمبر بي كرادت بايمنت مينز وسائل السداد الآجل هنسمع كلام كالعادة قلتلك هتحس إن ودنك واخدع عليه لكن بمفهوم أعم وأشمل ذا بل أف اكس تشينج الكمبيالة مين مننا ما سمعش كلمة الكمبيالة أو مصطلح الكمبيالة قبل كده؟ كلنا سمعنا قبل كده كلمة كمبيالة أو مصطلح الكمبيالة كمان ذا براماشري نوت السند الازني آه ممكن يكون التعريف أو المصطلح ودنك مش واخدع عليه شوية لكن لما نيجي ندرسه ونعرف تفاصيله الموضوع هيبقى بسيط بأمر الله شابتر سكس الشابتر السكس بيتكلم عن بيتكلم عن نظام الأرشفة وبيتكلم عن الفهرسة والحفظ بنتكلم عن دي عملية التصنيف طبعا فايلينج كودينج اندكسينج دي عمليات الحفظ والفهرسة في شابتر خاص لفايلينج اندكسينج تمام فايلينج بروسس فايلينج كودينج طبعا دي عملية التكويد الحفظ تكويد اندكسينج والفهرسة زي ما وعدتكم من شوية ان لو طبق جزء من الحلقة بتاعتي كان فيه متسع من الوقت هوذيلك شكل مستندات مستندات للتجارة الداخلية قلنا البيزنس لتر او رسالة التجارية ليها شكل واجزاء وترتيب معين ماينفعش اي ترتيب وخلاص نبص كده على موضل موضل دي هنستخدمه دايما موضل ده مش الشخص اللي بيعرض ملابس لا عشان نزبط المفاهيم بتاعتنا بس بشكل واضح الموضل اما انا بتكلم عن السكرتاريا البراكتس او السكرتاريا باللغة انجليزية مقصدش الشخص اللي بيطلع لابس يدوم كده وبيعرضها على الجمهور موضل هو الشكل بتاع المستند اللي انا بدرسه البيزنس لتر او رسالة التجارية ليه موضل ليه شكل معين لازم اكون عارف الشكل ده لازم امشي عليه بالنص او بالشكل طيب كده الوقت بتاع الحلقة بتاعتنا ما اسعفناش ان احنا نبص على الموضل او بيزنس لتر دي كانت تقديمة بشكل عام عن السكرتاريا البراكتس اتمنى لكم عام دراسي ناجح بامر الله موفقين بامر الله في مجال التعليم التجاري وفي كل نوعيات التعليم طبعا خاصة التعليم التجاري في مادة السكرتاريا باللغة الانجليزية نشوفكم بامر الله في حلقات جاية بالتفاصيل لشرح وافي لمادة السكرتاريا باللغة الانجليزية اراكم قريبا بامر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته